بعد عامين من الحرب لم تجد السلطة الشرعية بعد حلاً لملف الجرحة أو ربما لا تهتم لذلك وهذا ما تقوله الوقائع مئات الجرحة الموزعين على عدد من البلدان يعانون إهمالاً يضائف جرحهم التي خرجوا بها من بلادهم فيما سلطة الشرعية لا تجد الوقت الكافي لمتابعة هذا الملف الذي صار وجهاً آخر لفشلها في إدارة الأزمة القائمة عند مغادرتهم من الخارج اعتقد هؤلاء أنهم قد غادروا الوجع الذي كانوا عليه في الداخل وعند وصولهم إلى بلدان الاستقبال صدمتهم الحقيقة السافرة هناك تضعف الإهمال والجراحي أيضاً في السودان حيث ذهب العشرات من الجرحة إلى هناك لتلقي العلاج صارت أوضاعهم أسوأ بعد أشهر هما الآن في العراء بدون سكن بعد أن كانوا بدون غذاء وبدون علاج أيضاً خلال الأيام الماضية طولدوا من سكنهم بسبب عدم دفع الإيجار وبذلاً من أن يكونوا الآن في المستشفيات يتلقون العلاج حملوا جراحهم على عكازاتهم وذهبوا يستجدون المسؤولين عنهم في الغربة اعتصموا أمام بوابة السفارة اليمنية هناك ولكن السفارة تغلقت أبوابها في وجوههم كما يقولون كثير من الجرحة هناك أصبحت جراحهم أوسع وأوجع بعد أن أجريت لهم عمليات تسببت بأخطاء أدت لبتر بعض أعضائهم فأصبح وضعهم أسوأ مما قدموا عليه في كل البلدان التي ذهب الجرحة إليها تسمع قصة واحدة إهمال ومعاناة تضاعف كل يوم وتوجيهات لا تنفذ والأخطر من ذلك التمييز المناطقي الذي يقع تحت طائلة كل الجرحة وفي جميع البلدان بين جرحة هم الأوفر حظاً يتبعون وزيراً في الحكومة الشرعية وهو أحد مسؤولي هذا الملف وبين جرحة باقي الجبهات الذين يقول لهم مشرف هذا الوزير أنهم لا يعترفون بدولتهم وبالتالي لا حق لهم عند هؤلاء فيما الحكومة لا تفعل شيئاً لإيقاف هذه التجاوزات ولا يبدو أن لا سلطة لتغيير هذا الواقع المر الذي يعيشه المئات ممن دفعوا ثمناً باهضاً لمحاربتهم تحت لواء هذه الشرعية